السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتصل اسماعيل هنيا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اليوم الخميس هاتفيا بمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي حيث أشاد بالخطوة المباركة التي قام بها بطرد رئيس الكنيسة الإسرائيلي من لقاء برلماني دولي وقال هنيا بحسب بيان لحماس لقد عبرتم عن ضمير الأمة ووجدانها تجاه الشعب الفلسطيني ونصرتم القضية الفلسطينية في موضع تجب فيه النصرة جددت دولة الكويت رفضها جميع الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض الفلسطينية وتقوض حل الدولتين على حدود عام 1967 مؤكدة أن السلام المنشود يجب أن يبدأ بإنهاء الاحتلال الذي أتم عامه الخمسين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في عام 2002 قالت صحيفتها أرتس الإسرائيلية أن ثماني دول أوروبية أعدت رسالة احتجاج تتضمن مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات بقيمة 30 ألف يورو مقابل مصادرة وتدمير مبان ومنشآت بناء تحتية أقامتها هذه الدول في مناطق جيم في الضفة الغربية التي تتولى سلطات الاحتلال السيطرة الأمنية والمدنية الكاملة عليها دعت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء المجتمع الدولي إلى التحرك ومعاقبة مرتكب حملة القمع الممنهجة والمخطط لها ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار حذر الهلال الأحمر التركي أمس الأربعاء من تداعيات جسيمة للأوضاع الإنسانية في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا معلنا أن 800 ألف شخص يعيشون هناك في مئات المخيمات اتهم مندوب المملكة العربية السعودية في مجلس الأمن نظام السورية باستمرار سياسة القتل والترويع مستعينا بميليشيات إيران الطائفية تعرض نائب رئيس الحكومة اليمنية عبد العزيز جباري أمس الأربعاء لمحاولة اغتيال نفذها مسلحون حوثيون عبر استهداف موكبه في الطريق الرابط بين محافظتي لحج وتعز جنوب غربي البلاد قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا إن الحكومة وافقت على افتتاح مكتب للوكالة في العاصمة القطرية الدوحة بعد موافقة الأخيرة قرر إقليم كيبيك الكندي حظر غطاء الوجه عند تلقي أو تقديم الخدمات الحكومية وذلك بموجب قانون صدر أمس الأربعاء وانتقدته جماعات معنية بالحقوق بوصفه يهدف إلى تهميش المسلمات في الإقليم الذي ينطق أغلب سكانه بالفرنسية أكدت صحيفة الرأي الكويتية أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أصدر قرارا بحظر تصدير المياه المعبأة والمصنعة محليا إلى خارج الكويت مشيرا إلى أن الخطوة تستهدف ترشيد المياه والمحافظة عليها للاستخدام المحلي فقط أصدر رئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 279 لسنة 2017 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون المالي والفني والموقعة في أبو ظبي بتاريخ 23 يناير 2017 قرر قاضي أمريكي آخر إقاف الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سفر مواطن عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة من بينهم مصر إلى الولايات المتحدة أعلنت دكتور عبد المنعم البنى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نجاح المفاوضات المصرية في إلغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخص والجوافة والبصل بدولتي الكويت والبحرين قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في بيان صحفي إن اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال برئاسة وزيري خارجية البلدين شهدت التوقيع على خمس مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات السياحة والشباب والرياضة والأرشفة الدولية والخدمات الجوية وكذلك بين معهد كامويش البرتغالي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن التدين الصحيح هو جزء من الحل وليس المشكلة مضيفا أنه يجب استحداث أدوات جديدة للتعامل مع النوازل والمستجدات يسعى الاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ مشروع الترويج للطاقات المتاحة للصناعات المصرية لرفع قدرات الصناعة عن طريق استغلال الطاقات المتاحة وتسويقها للمستثمرين الأجانب لعقد شراكات تصنيعية وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه في إطار هذا المشروع تم الانتهاء من حصر الطاقات التصنيعية في نحو 3000 مصنع مصري في مختلف القطاعات قادر على التصنيع ويتمتع بالنظم الإدارية وشهادات الجودة المؤهلة للوصول للأسواق العالمية شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنية على عدم جواز ربط تحرير استمارات التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي بتسليم أجهزة الحاسب الآلي اللوحي التابلت كما أكد الوزير على ضرورة إختار أولياء الأمور وطلابهم برد أجهزة الحاسب الآلي اللوحي التابلت أو القيمة المحددة الواردة بكتاب الوزارة رقم 16341 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2016 مع إعلامهم بخطورة عدم رد الجهاز أو عدم سداد قيمته حيث أن ذلك من شأنه تعريض الممتنع عن التنفيذ للمساءلة القانونية استفاء لحقوق الدولة التي تعد مالا عاما لا يجوز التفريط فيه ضبطت مباحث تموين بزوهاج مدير مستودع دقيق بدائرة مركز جزيرة شندويل لاستيلائه على 345 طن دقيق مدعم وبيعها في السوق السوداء وقدرت فروق الأسعار بقيمة 81 مليون جنيه أعلن الدكتور أحمد عبد الجعيس رئيس جامعة أسيوت عن وصول جهاز المعجل الخطي الثاني للعلاج الإشعاعي بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوت والذي يبلغ قيمته 21 مليون جنيه مصري وذلك ضمن المرحلة الثالثة لتطوير المعهد انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته